بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة عدن مع قيادة السلطة المحلية وعدد من مديري المكاتب التنفيذية في عدن أوضاع وهموم المواطنين واحتياجاتهم والآليات الكفيلة بتحسين مستوى الخدمات الأساسية وشدد عبد الملك على أهمية تكاتف الجهود المركزية والمحلية باتجاه وضع الحلول المستدامة لملف الخدمات في عدن والمحافظات المحررة وحث على التسريع بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والمشاريع التي اعتمدها فيما يخص الكهرباء والمشاريع الخدمية والتنموية المعتمدة